السلام عليكم بنات كديرين لبس عليكم كانت منى تكونوا بخير وحلها خير وفي احوال جيدة كم العذا دائما بغيت نبرتجي معاكم سلو اللي تأخرت باش حطيتو في القناة الصراحة مبغيتش نوجدوها كاب كري كان مغي ندير ذاك شي يعني يكون قريب لشهر رمضان باش يبقى عني ذاك الجو ونحس به كتر وكانت عادر اني عطلتو ومويم غدا نبرتجي معاكم الطريقة دي اللي بتحضير ديالو يعني بكونات اللي صحية كما كتلاحظو عندي هنا كيلونز ديال لوز غدا ندخلو الفران حمرو وعندي تلتمياز جرام ديال لوز اللي يعني قليته سلقتو ونشفته قشرتو ونشفته وقليته في الزيت خليتو حتى نشف عادر باش تقليوها البنات يعني اللوز خصو يكون ناشف تماما وخديت مقلة وضعتها على النار وضعت فيها شوفان عندي هنا يا تقريبا 350 جرام يعني مشي بزاف ديال شوفان هدا مشي الشوفان لي ديال خرطال هدا الشوفان ديال الشعير يعني صحي اكتر كي يجيزوين يعني ما تكتروش منو يعني غير شوية وصعفي بالحق خاص ولا وودة انكم تحمروه مشي بزاف يعني غير يسخن يعني يسخن زيان باش هكي مني تطحنو فيه ما يصعبش عليكم الطحين ديالو مهم انا ربيت معاكم المراحل يعني العادية هكا فتحضير ديالي بترتليكم هكا مختطفات باش تكون فكرة وعندي هنا النخالة وهدي هي السر وهدي هي اللي يعني دي كل شيء عليا فهذا الوصفة تقريبا عندي هنا يا تاياشي 300 جرام يعني مشي بزاف فما تخافوش البنات راه ما تنشف سلو محتاشي حاجة كجيزوينة وغادا مزاهي رقيقة وما زال غادا نزيد نرققها يعني غا نبحنها وهنا كي ما كتلاحضو راه زنجلان دخلته الفران عندي كيرونس ديال زنجلان حمرته في الفران ونلوز كذلك حتى هو يعني تحمر ما تخليوش يعني ياخدك الحمورية بزاف مهم يكون غير اللون ديالو هكا كي ما كتلاحضو كي يجي مذهب ومزيان وغادا ندوز دابا باش نطحن هاد المكونات كاملة عبعدها غادا نبدأ بنلوز اولا وانا البنات راه ما كن يعني ما كنطحنش يعني هاد المكونات حتى كتولي يعني بودرة بالساف يعني فقياس كتولي التعجن بتوسطو صافي ما يمكن تطحن باش ما نفقدوش ديك انك هاد يلس اللون وانك لو غير في ذاك شي معجم بزاف ما يمكن تطحن ما كنخليش هاكا كمدير واكيد راه يعني اللي كي بغال كي بغال اللوز هاك كي ياكلو دك شي يحس بالمدق ديالو اكتر هادا كل اللوز اللي راني حطيتو انا مقلي غدا نضيفو يعني ما غادش نديرو مطحن بزاف كي ما كتلاحضو هادا هو شكل ديالو مني طحنتو وانا كنفضل هاكا يعني اللوز نديرو في سلوب القشرة ديالو يعني كي يكون صحي اكتر من اناني نقليه لانا مني كتقليوه كيف قد ديك يعني ذاك الفوائد ديالو الكتيرة كي يقول لي واحد كتبقى واحد من نسبة ولكن نسبة كبيرة كتضيع ذاك الزيت اللي كنقليو فيه هو ذاك شي ما كين محسن انك بدخلو الفرن هاك كي سخون يتحمر شوية ورعا عندي البنات تقريبا وطحنوه اكيد كي يكون احسن ونديرو هاكا يعني واحد الجزء منه تقريبا كي ما وريدكم ما يعني اللي بغا النكهة ديالو كي يشمها بتكسلو يحسن ما ضاق ديالا في النكهة ديالا فراه يقلي شوية ودز تابل زنجلان حتا هو غدا نطحنوه ورعا عندي البنات تقريبا واحد يعني نسكيلو هاكا حطاه جانبا حتا نخلط به سلو من ينطحن كل شي المواد باش هاكا يطعب اللي زنجلان في سلو هاكا كي يعطي ذاك المنظر ديالو حتا الماضاق كتحسي بيه اكتر مني كيبقى هاكا كزرير عايز وهدا هو القوام ديالو مني كنتحنوه كي يجي علها تشكل كي ما قلت لكم ما كان بغيش نخليه يعني حتى يولي لي يعني عجينة كنخلي ديك المواد شوية يعني كتبقى تبعان صراحة ما كي يعجبنيش مني كنديرو عجينة بساف وبقيت هاكا مستمر هاكا نطحن في المواد انا بغيت نديلك ما داك شي بتفصيل باش تشوفو يعني مراحل من الاول ما بغيتش هاكا كنجيب المقادين ونحطها اكيد كل شي كيعرفي صيب سلو كل واحد وطريقتو يعني سبحان الله يعني كل واحدة وطريقة جيالة في تحضير سلو وهدا الشوفان حتى وغدا نطحنو بنفس الطريقة كي ما طحنت اللوز وزنجلان وغدا نغرب له باش ديك الحوبيبات ديالو نعود نطحنو مرة اخرى باش ميبقاش نحسو بذاك المداق ديالو غتحسي بوحد الاختلاف الى بقا هاكا كحوبيبات خاص ولا بد انا ولي بودرة يعني بحش كل ديال الطحين كي اللي كي طحنو عدا كي حمرو العكس انا كنفضل انا ان ينطحنو كي يكون احسن واسهل هاكا ما يتحرقش كي اللي هاكا غدا شدو هادا تديرو هاكا في المقلعة ليتغير لها اللون ديالو انا فطلت يعني ما نغامرش نديرو بها الطريقة المعتادة اللي كنستعملو بها دائما والشوفان ديال الشعير رغم مش بحل الشوفان الاخر يعني شوية الطحن ديالو تيكون كي بقى هاكا كحوبيبات قطن في الروسهم مش بحل الشوفان الاخر بسرعة كيتطحن وكي بقى هادا الصحي اكتر وهادي المخالة كي ما قدتلاحظو حتى هي رام حمراء كي ما لحتوا معي في الفيديو غدا نطحن هاتا ايام عن مكونات والنخالة رازوين البنات انا دخلتها في الوصفة صراحة كندخلة بزاف ديالواصفات كندخلة في مسمان في البغرير في كل شي تقريبا ما كان بغيش هاكا بقى نحط لكم بزاف في القناة النخالة يمو ممكن بغي نباطجي معاكم وصفات اللي كي بغيهم البنات هاكا يكونوا تولين وذك شي والنخالة راه صحية حاولوا تدخلوا بزاف ديالاطباق احنا كنا ننتن اللي كنسمو هاكا نخالة يعني كدينا شي حاجة بيزار يعني ما في شكل ما أن النخالة راه فوائد ديالة صحية والأبحاث تبتات هاد الشي خصوصا الناس اللي كي يعانيو هاكا جهاز الهضمية راه مزيانة ليهم وماشي غير الناس اللي عندهم مشكلة جهاز الهضمية يعني كل شي يعني الصحة هون جينيرال راه مزيانة وهدا اللوز اللي سبق لي وقليته هاديك هاديك ثلثمية قرام يعني ماشي بزاف ما غدا غير نهرمشو ماشي غايترقق وإنما غايبقى نحس بدك بدك القرمشة ديالو فسط سلو وهدي الزبدة اللي كنستعمل للبنات هاكا في الوصفات بيتنوريها لكم خصوصا الوصفات اللي كتكون صحية خاص ولا يبدا انكم تاخدوا الزبدة اللي تكون مزيانة وجودة ديالا تكون مزيانة وبعدو من الزبدة يعني اللي كتكون راكم عارفين مهم لما ندخلوا بتفاصيل هادي الزبدة راه هزوين البنات يعني بيو وصحية وهكا سلو راه ما كان ديروش كل نهار كما سبق لي وقيت لكم في فيديوهات السابقة يعني مره مره راح ماشي مشكيل كما كنناخدوا المواد باش نحضروا سلو ناخدوا حتى الزبدة اللي تكون جودة ديالها مزيانة وكما لاحتو راه الطحين عندي يعني عندي كيلو نص ديال الطحين اللي استعملت كيلو نص ديال لوز زائت 300 جرام ديال لوز اللي حمرته عفوا انقليته حتى وحمرته هذا الزنجلان حتى هو مطحون عندي كيلو نص ديال الزنجلان وهدا هو اللوز اللي هرمشتها كا طحنته بالماكينة 300 جرام والنخالة حتى هي اللي راكم شفته معايا يعني حتى هي حمرتها وطحنتها يعني كنقول معلومات بالنسبة اللي بنات اللي ما شافوش الفيديو هاكا من الول وهادا الشوفان ديال الشعير مشي ديال الخرطال مشي بضرورة استعملوا هدا ديال الشعير استعملوا حتى ديال الخرطال راه مزيان حتى هو وحمرته وطحنته وعندي معلقة كبيرة ونص ديال القرفة وعندي جوج معلقات كبار ديال النافع وجوج معلقات ديال حبة حلاوة وما تكتروش البنات بحال هاد المواد هادي يعني كي اللي كي ديرت قريبا كل واحد دوش حال كي ديال كيميان سكاز دكشي بساف وما تفوتوش يعني المقياس اللي خصويته يعني في الكيلو وشوية ديال الملحة غير شوية وهادي الزبدة اللي كنت وريتكم الزبدة كتبقى على حسب الخليط ولا حسب انتموش بايتوه يعني يكون كي ما نقولو احنا معلق ولا عادي وعندي الزبدة ولا حسن الحر يعني مشي حرر ديال المغرب كي ما كنعرفو احنا العادي وصافي مهم حرر ديال مهنة والزبدة البنات تراني انا دوبتها وما خليتش هكا تحمرها حتى ولا تنوازت يعني غير دوبتها وخليتها شوية ومن بعد صفيتها يعني ما محتاجي حتى تخليها تتحمر واللي عند ذاك النسمة انا ما كتعجبنيش هكاك ويمكن كندوبها وكان خليها مني كتصفاك يهبط ذاك ذاك البيض اللي تحت والفوق عني كتطلع الزبدة يعني بسهولة انكم تصفوها ما كنحتاش تحمار ولا نسمى ولا يتغير لها المعطاق من الأحسن خليها زبدة كمهية ولما تحمروها وتغيرو لها اللون وبالنسبة للزبدة هذي البلدية راها ماشي يعني يعني ماشي في هذك المبزة بحل الزبدة العادية وهنا را المكونات كما كتلاحظوا وكان نوضع فيهم كلهم هكا في هذ القصرية هذي ما عنديش قصرية يعني الحجم ديال اللي كبير فق القياس غير هذ الحجم هذا اللي عندي وكان نقسم واحد شوية من هذ الخليط كامل كنحطو يعني في واحد في واحد الإناء آخر هذك ما غنوضعش في بزر ديال السكار غنوضع فيه غير شوية وصع فيه يعني غير شوية ديال العسل أنا ما غنضيش السكار قافة في سلو مرة يعني غنخدم غير بالعسل وهذك الجزء اللي حضرت في هذك الإناء هذ هندير فيه غير شوية ديال العسل اللي حسب حكا كلي ما كيبغيش الحلاوة ولجا عندك شي حد ربما عمتي يكلش سكار يعني يكون ناقص يعني ماشي ما كينش فيه الحلاوة إنما الكمية قليلة ولأخو بغضا نستعمل فيه العسل يعني سلو العادي ديالنا المغربي يعني دائما بقوا تفكروا بحلد يعني دائما واحد الجزء حطوه جانبا ربما يجي عندك شي حد في العائلة ما كيبغيش الحلاوة بزاف يعني بعض المرات كيجينا ذك شي حلو فوق القياس كان بغوش حاجات تكون خفيفة كيما لحتو وجمعت المكونات كاملة وهذا نبدأ نخلط فيها بعد ما استعمل الزبدة غدا ندير العسل واللي بغيستعمل الزيت أخلطه بشوية ديال الزيت النباتية يكون أحسن باش هكا ما تعطيش ديك زيتون ديك النسمة دياله وتغير لكم ماذا قديل سلو هدو غير بعض النصائح وأكيد راه كل سيدة كتصيب سلو دياله بطريقة دياله اللي اللي كتبغيها هي صبح الله يعني كل واحد سلو كيختلف من سيدة سيدة اللي كتدقي عند وحدة ما كتدقيش عند الخرا والنافع وحبت حلاوة خص ولا بده انهم لكين وعندكم حبوب تسخنوهم شي شوية غير شوية باش ما يتحمروهم غير تسخنوهم باش يسهل الطحين ديالهم وفي نفس الوقت كي يطلقوا ديك الرائحة ديالهم أنا وجدتهم من قبل واخديت الخاليط من بعد ما خلطتو بالعسل دوزتو في هذا الروبو هذا ماشي كي يطحن هادا غير نجمعو صافي غير يجمع ليا العجين كي ما كتلاحظو باش ينساجم المكونات ولوز را هبقى هاكك يعني را متها الرش كي ما لاحظتو كيبان هادا الروبو هادا كيساعد باش يجيدك يعني التعليكة بلا ما تضيفو زيوت اكتر والعسل وديرو ذاك شي يعني تخدموا ذاك المكونات اللي ماشي صحية بساف نحاول وما امكان ان انا انا ما دبعتش ندير وزرعت الكتان انا صراحة ما كنديرهاش ما درتها واحد العام وما جاتنيش ما خسرت لي الماضا قتلو وبقيت كنستعمل غير يعني شوفان يعني المشتقات ديول الطحين بحل شوفان خالة يعني ما بعتش على ما دخلش هكا فشي عشوب ولا فشي عطور يعني خارج على موضوع ديال سلو يعني غير الطحين والمشتقات ديولو وكي ما كتلاحظو هادا هي الطريقة ديالي بتحضير سلو والبنات اللي مازال ما اشتركوش عندي في القناة كنتمنى انكم تضغطوا على الزل احمر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش هكا تبقوا توصلوا بكل جديد ان شاء الله واكيد في رمضان كل يوم وصفة ان شاء الله هي اللي بقينا في الحياة وهذه هي الطريقة ديالي كما لحتو كنتمنى انها تعجبكم وما تنسوش لبنات ديروا لي لايك لاعجبكم الفيديو طبعا ولا معجبكمش الفيديو ولا ما اديروا ديسLIGHT هههههههههههههههههههههW وهذا هو القوام ديالو كنوريكم يعني يمكن لي ان نشكلوكما بعيد بدون إضافة زيوت كملاحظتوا رحكي باللكم في الصورة ناشف أمش니 فازق ولكن من يطحنتو عفوان مني جمعتو بهذا الروبو راه ولا معلقو هادا الروبو رستعملتو حتى في شبكية قد جي ممتازة يعني كي يجمع الخليط وراني وضعت الزنجلان كي ما لحتو في القصرية راه كاين هو اللول يعني حبو ما وضعتوش معاه من اللول يعني حتى دوست كل شي المكونات في الروبو هادا هو السلو ديالي هادا هو القوام ديالو واللي بغاتو يكون معلك اكتر ويعني وتبغي انا كنفطل للبنات انكم ما تديروش ما تتبعوش هديك الطريقة انكم تديرو له يعني في حالها تشكل ضرور رحت تديرو العسل والزيت وهذا شي بزايد كولو احسن عادي طبيعي من الاحسن ويلا كنجي عندكم شي ضيف قطموا بهتشكل هادا زيدو اللي شوية ديال العسل وجمعوه وصافي يعني ما بلا ما تدخلطوه كامل وتعلكوه وتجمعوه وديرو كويرات راكي اللي ما كيبغيش الحلاوة وحاولوا تقلو يعني تنقسم الحلاوة وفي عواض ما تديرو السكر غلاسي ما كنسحكم شو بيه ادي نصيحة لوجه السكر الابيض راح خاطر استعملوا غير العسل وكنتمنى الفيديو يعجبكم وبسلام عليكم اشتركوا في القناة